بسم الله الرحمن الرحيم بعد فتح خيبر وقدوم جعفر لنتعلم منه ومن أقرانه من الرجال الذين دمغوا التاريخ الإسلامي بجهادهم وبدمائهم رغم محاولات التعمية التي انتهجها الحاقدون وكيف التف جعفر وأنثاله حول رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته وقدموا أرواحهم ذودا عن الدين وعن حملة هذا الدين إعلاء لكلمة الله مقابل أشخاص تسابقوا لنيل رضا أهل السلطان فكيف كانت عودة جعفر من الحبشة ولماذا يعود في توقيت معين بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن هي الوفود التي رافقته في عودته وإلى ما يشي التنوع في فئات الوفود بين مسلمين وروم وغيرهم وما السر وراء هذا الفلاح الذي اكفطفه جعفر في مهمته ومسؤوليته الكبرى في الحبشة وكيف نفهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لأسماء بنت عميس ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان الجزء الثاني بعد فتح خيبر برفق ضيف العزيز سمحت الشيخ القاضي محمد كنعان سلام عليكم سمحت الشيخ عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن مجيء جعفر بن أبي طالب عليه السلام من هجرته في الحبشة إلى المدينة حيث وافى رسول الله صلى الله عليه وآله في خيبر ففرح بقدومه كفرحئه بفتح حصون اليهود في خيبر وما حولها وقد ذكرنا بعضا من الأحداث والأمور التي حاول التاريخ إما أن يطمسها أو يسطح مفاعلها نستكمل اليوم سياق البحث حيث وجدنا أن النجاش عظيم الحبشة قد أعاد المهاجرين بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة بواسطة سفينتين وجهزهم بأفضل تجهيز ما يلفت النظر أن عدد القادمين من المسلمين كان ستة عشر شخصا لأن من المهاجرين من كان قد توفي هناك ومنهم من عاد قبل ذلك الوقت ومنهم من تنصر وبقي هناك فلماذا يضع النجاشي سفينتين بتصرف المغادرين ذكر أرباب السيرة والتاريخ كابن الأثير والطبراني والقاضي عياض وغيرهم أنه قد قدم مع جعفر سبعون رجلا عليهم ثياب الصوف من أهل الصوامع منهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية روميون من أهل الشاب وقيل ثمانون رجلا منهم ثمانية روميون وقيل ثمانون رجلا أربعون من أهل نجران واثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية روميون وثمانية روميون فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله سورة ياسين فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى أغلب الظن أن هذا الوفد هم الذين قام رسول الله صلى الله عليه وآله يخدمهم بنفسه فقال له أصحابه نحن نكفيك يا رسول الله فقال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين هنا لابد لنا من التوقف مليا عند هذه الأحاديث المفاجئة في ثقلها التاريخي الذي مر عليه القوم دون ما أدنى تبصر كيف يأتي مع المهاجرين في عودتهم هذا العدد الكبير الذي يصل إلى ثمانين شخصاً من أهل العلم والزهد والإيمان بعضهم من أهل الحبشة وبعضهم من الروم يعني من القسطنطينية وبعضهم من أهلنا جرام كيف يأمنون على أنفسهم ومن معهم لولا أن الأواصر قد اشتدت وتشابكت وأن وفوداً قبلهم قد سبقتهم ثم ما هو الهدف من الزيارة هل أنهم دخلوا في الإسلام لمجرد أن قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وآله سورة ياسين أم أن هذه الأرضية كانت برمتها مهيئة لذلك لا يفتن المشاهد الكريم أن التاريخ رصد لنا وفوداً من الحبشة سبقت هذا الوفد سواء في المرحلة المكية أم المدنية والأهم من كل هذا يجب أن ننظر إلى طبيعة عمل جعفر بن أبي طالب في الحبشة لماذا اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله للبقاء طوال تلك الفترة هناك مما لا شك فيه أن هجرة من قبل أشخاص لا يزال الدين غضاً في نفوسهم تستلزم أن يكون على رأسهم رجل من صاحب الدين رائد في معرفته شجاع في تقحمه رصين في أدائه عالم بتفاصيل دينه مع ما يلزم ذلك من رفد دائم بكل مستجدات القرآن والسنة هذا يفترض وجود خط بريدي دائم بين مهبط الوحي وبين زعيم المهاجرين بما يقتضي أيضاً وصول التعليمات أولاً بأول من النبي صلى الله عليه وآله إلى جعفر مباشرة أين ضاعت تلك الحقبة من النتاج الثقافي الهائل التي أرست في القرن الأفريقي تحديداً مع النجاش شخصياً أولى التحالفات التي هزت الكيان الإمبراطوري في دولة الروم التي كانت تفرد على مصر والسودان والحبشة إتاوة ضريبية يدفعها نصارى الأطراف للحكم الهرقلي المركزي الأمر الذي جعل من النجاش يخوض أثناء وجود المهاجرين حرباً لقمع تحركات داخلية ضده أثارها على الأرجح هرقل بوجهه بعد أن وصلت مسامعه أخبار التقلقل الذي أحدثته هجرة المسلمين هناك كانت نتيجة الحرب هذه أن استقر النجاش وحظي باستقلال أوسع من باقي الممالك المسيحية كأرمينيا ومصر وشمال أفريقيا لقد وجدنا أن التنوع في وفد الحبشة يشي بأهمية كبيرة خصوصاً أن فيهم أفراداً من الروم أنفسهم ثم وجدنا صدقهم فيما قدموا فيه من خلال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خدمهم بنفسه لا لمجرد أنهم أكرموا أصحابه فحسب هذا هو السبب المعلن بل لإظهار منظومة القيم التي ترافق الحكم الشرعي الإسلامي الذي يسبح أو من المفترض أن يسبح ضمن تلك المنظومة كم بقي هذا الوفد في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وآله وهل بقي منهم من أقام بشكل دائم في ديار المسلمين هل رجعوا إلى أهليهم وأوطانهم يكتمون إسلامهم ما كان من أثر لرجعتهم تلك كل ذلك وأكثر من الأسئلة لا نحظى مع الأسف بإجابة موثقة عنها فأي جريمة ارتكبت في إهمال تلكم التفاصيل أم أي جريمة أخرى في عدم نقلها لنا لو كانت بل لماذا عملت السلطات المتعاقبة على عدم بث أحاديث أهل البيت عليه السلام التي لا شك بيّنت لنا مجريات الأمور لكننا نكتفي لنقول إن وجود جعفر بن أبي طالب على رأس مهاجري الحبشة أنشأ فتحا في تلكم البلاد كيف لنا أن نتصور إسلام النجاشي بواسطة جعفر ومن معه وهو الرجل العاقل الذي يملك من الخبرة والتبصر ما يخوله أن يملك أمة برمتها في حين كان صعاليك مكة المناحيس يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه من المسلمين بما لا يطاق إن مجرد المقارنة بين الأمرين ولئن كانت قسمة ضيزة إلا أنها تضيء على ما فعله جعفر رضوان الله عليه ولقد تنبه البعض لهذه المكرمة فحاول منذ البداية أن يقمع حسها في مهده نقل لنا أرباب التاريخ والحديث ومنهم البخاري ومسلم وأحمد في مسنده وصاحب السيرة الحلبية وغيرهم كثيرون رواية يحسن الوقوف عند مضامينها لنعلم فضل المهاجرين مع جعفر فقد روى أبو موسى الأشعري أن أسماء بنت عميس وهي زوجة جعفر بن أبي طالب دخلت على حفصة زوج الرسول صلى الله عليه وآله زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاش في من هاجر إليه فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه فقالت أسماء بنت عميس فقال عمر سبقناكم بالهجرة نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وآله قال فغضبت أسماء وقالت كلا والله يا عمر كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وآله يطعم جياعكم ويعلم جاهلكم وكنا في دار البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله ورسوله وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وأسأله والله لا أكذب ولا أزيد ولا أزيد على ذلك فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله قالت يا نبي الله إن رجالا يفخرون علينا ويزعمون أننا لسنا من المهاجرين الأولين فقال من يقول ذلك قالت إن عمر قال كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال ليس بأحق منكم له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان قالت أسماء بنت عميس فلقد رأيت أبا موسى وأصحابه يأتون أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله السؤال الذي يطرح نفسه ألم يكن عمر يعلم بأن المهاجرين إلى الحبشة هم الأسبق ممن هاجر إلى المدينة وقد تركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم ثم إنهم لم يعودوا إلى وطنهم بل هاجروا هجرة أخرى من الحبشة إلى المدينة مواصلين جهادهم في سبيل الله فلماذا يصنع لنفسه ومن معه امتيازا في كلامه مع امرأة منهم كان الأجد به أن يواجه بكلامه زوجها جعفر بن أبي طالب أو أن جعفر كان ليجيبه جوابا يفوت عليه الهدف الكامل من كلامه في تصدير بعض المهاجرين منذ ذلك الوقت لأمر فيه من الحساسية ما فيه فكان أنكرس النبي صلى الله عليه وآله هجرتهم بل جعل لها قيمة مضافة أيضا معتبرا إياها هجرتين ولم تكن أسماء بنت عميس بالتي تقصر فقد صرحت للرجل بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطعمهم من جوع ويعلمهم من جهل في حين كانوا في الحبشة يتسقطون أخبار الدين بالبريد وشتان بين الحاضر والغائب ومع ذلك فقد جعل لهم النبي فضلا زائدة من هنا نشأت فكرة استحداث المنافسين لمهاجري الحبشة فقد ذكروا في كتب الأحاديث عن أبي موسى الأشعري قال لما بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وآله ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي أنا أصغرهم أحدهم أبو رهم والآخر أبو بردة إما قال في بضع وإما قال في ثلاثة أو اثنين وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة حتى جئنا بمكة ثم خرجنا في بر حتى أتينا المدينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاش بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وآله حين فتح خيبر قال فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا من شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معنا هنا نجد الإضطراب في حديث أبي موسى حيث لم يبين كيف شططت بهم سفينتهم من الطريق البحري الشرقي إلى الغرب باتجاه الحبشة هل يعقل بأصحاب سفن تمرسوا ألا يفرقوا بين الحجاز والحبشة؟ كيف رست سفينتهم على عظيم مساحة الساحل الحبشي أمام مقام جعفر وأصحابه؟ ثم كيف أوصلتهم سفينتهم إلى مكة بحرا؟ ثم ساروا برا إلى المدينة إلى غير ذلك من الإشكالات التي يفهم منها الباحث إرادة حثيثة لخلق منافسين بعد الذي حبى به النبي صلى الله عليه وآله مهاجري الحبشة الحقيقيين من جمالاته شتى أعود إلى أبي موسى الأشعري ليكذب أبا موسى الأشعري نفسه حيث روى ابن سعد أنه قال فما قسم أي النبي لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب السفينة جعفر وأصحابه قسم لهم معه وقال لكم الهجرة مرتين هاجرتم إلى النجاش وهاجرتم إلي كما روى ابن أسحاق عن أسماء بنت عميس والمسعودي عن الحكم بن عتيبة أن جعفر وأصحابه قد قدموا من الحبشة بعد فتح خيبر فقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وآله في خيبر بقي أمر أخير في هذه الواقع أن بعض المؤرخين الذين ينساقون وراء حديث أبي موسى الأشعري نسوا أنهم ذكروا في القضية أن العائدين من الحبشة هم جعفر وأصحابه عددهم ستة عشر شخصا فأين الاثنان والخمسون البقية أي أبو موسى ومن معه يبدو أن نسجهم كان ضعيفا ثم تتالت الأيام وتوج جعفر بن أبي طالب كل عطاءاته بالشهادة يوم مؤته بعد أن قطعت يداه في سبيل الله وبعد أن أرعب سيفه عتاة الرب هذا بعض ما أمكننا ملاحقته بعد خيبر مباشرة مما غاب عن الأسماع لعل تكون به الفائدة إن شاء الله تعالى لا شك بالفائدة سمحت شيخ حياك الله حياك الله أصدر المشاهدين نساك ورهبان النصارى سمحت الشيخ قدموا مع جعفر من الحبشة ما دلالتها؟ اليوم في رواية صادمة حقيقة بقي من المهاجرين 16 رجل أول ما راحوا راحوا 80 أو أكثر منهم من توفي أم حبيبة بنت أبي سفيان فنصر زوجه فخطبها رسول الله من النجاج يعني إجت من نقص العدد وفي منهم رجعوا بقي 16 نفر طيب اليوم بالسنة السابعة أو بدايات السنة الثامنة للهجرة كان فتح خيبر سبع سنوات على الأقل لماذا يتأخر هؤلاء القوم في هجرتهم؟ لماذا لم يلتحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله إذن لهم دور ولهم عمل لهم دور ولهم عمل الجغرافيا آنذاك بتقول كابتلي الروم كانت عاصمتهم قسطنطين نعم وهم آنذاك من المسيحي ممتدة صلاحيتهم إلى الجزء الأوروبي إلى حدود بلاد الغال يعني إلى الحدود الفرنسية أو أقل من ذلك نعم وشمالاً ربما يشمل حكمهم بعضاً من أوكرانيا وغيرها من البلدان لكن حتماً حتماً كانت أرمينيا وما حولها مشمولةً بحكمهم وكان ملك أرمينيا اسمه ماهان قتل في واقعة اليارمو نعم نزولاً تركيا كلها نزولاً إلى سوريا وبعض العراق بعض بعض العراق يعني الجهات الغربي من العراق نعم إلى حدود دولة المناظرة نزولاً إلى القدس فلبنان إلى فلسطين فلبنان إلى الأردن اليوم ولهم لهم ملوك محليين من المسيحيين في داخل الجزيرة العربية مثل الأوكيدر مثل غيرهم نعم بتروح إلى مصر كلها كانت مسيحي بالعام الأغلب أقباط والسودان وأثيوبيا والحبشي وأريتيريا والصومال كلها بلاد الحبشي نعم تسمى كلهم كانوا على دين النصار نعم إذن دولة إمبراطورية كبرى كانت تشكل قوة عظمى آنذاك يحكمها رجل واحد مع أعطاء حكم ذاتي للمناطق يعني ملوك محليين ومنهم النجاشي منهم المقوقس في مصر منهم فلان في فلسطين منهم فلان في الأردن منهم 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 وكان متنصرة العرب غسانه جذام لخام القبائل كاملة وكانت تقتن سوريا وفلسطين وغيرها كان القبائل العربي واللسان لسان عربي نعم في أعمه الأغلب وحمصق النسرين وحلب وغيرها وانطاكية أمام هذا الواقع تمت مراسلات بين النبي وبين كبار الملوك آنذاك بل بينه وبين الملوك المحليين منهم من أساء الأدب ككسر الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كلمته المشهورة مزق الله ملكه كما مزق كتابي هذا وبالفعل لم تقم لهم قائمة بعد ذلك على المستوى الكسر نعم هراقل رجل مخضرم بعدين رجل دولي مش ولد حاول يوهم النبي أنني أردت أن أدخل في دينك فعارضني بطاريختي ووزرائي رسول الله دغري قال كذب عدو الله ما زال على نصرانيته الفزع أن يأتيك الرومي بواسطة حلفائه في مصر والسودان والحبشة من خلفك من ناحية اليمن من ناحية سيف البحر يعني إذا وصل إلى جدة يخطف الناس داخل مكة يخطفهم مئة وخمسة وثلاثين اخترقهم خلاص وصل فكانت هجرة الحبشة لإعطاء الأمن والأمان لهؤلاء المهاجرين من جهة ولإرسال طضيعة عند أليا هذه أليا الملوك شوكتا وهو النجاشي النجاشي الرجل العاقل رأى الحق فاتبعه وحاول مشركوا مكة أرسلوا مسافر عمر بن العاص ومسافر ابن عمر أو غيره ابن الوليد لتأليبه على فما نجحت خطتهم واشتغلوا ببعضهم عمر بن العاص وشابه للنجاشي للرجل التاني فسحروه وهامى على وجهه لأن مات بكل الأحوال جعفر ابن أبي طالب ماذا كان يفعل هناك طيب نرصد بعد وصول جعفر وأخذه الأمان من النجاشي نرصد وفودا كانت تأتي إلى مكة يحرسها الهاشميون وربما تلتقت في التاريخ هاي نقطة مهمة ربما تلتقت في التاريخ سفر لعلي أو أكثر إلى الحبش إما يحمل بريد أو بيأخذ تعليمات أو مشاكل ذلك على صغر سنه في الفترة المكي ولذلك أنا ابن من هاجر الهجرتين هاي نقطة نقف عندها والله ما كذبوا ولا كذبوا أهل البيت كلمة زين العابدين تجعلك تبحث ثمة إشمام تاريخي بأن علي انتقل إلى الحبش مرارا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله أو على الأقل مرة واحدة هذه الوفود التي كانت تقدم هو مجرد أنه بده يبعث النجاش هدايا للنبي والنبي يرجع يرد على يبعث له اقت من شو بطيلة الصحراء بما يهدى الملوك نعم هناك أبعد من هذا قديد مكة يعني يبعث له لحمة مقدد شو فيه بمكة يبعث له بكل الأحوال رصدت هذه الحركة ثم تتالت الوفود ولا يفوتنك أن نعلى رسول الله كان هدية من النجاش أن عصى رسول الله أو إحدى عصيه كانت من الحمار يعفور الذي لرسول الله كان هدية من النجاش يعني كان يهدي ما يليق بتواضع نبينا صلى الله عليه يهديه إذن رجل فهيم لما يبعث النبي صلى الله عليه وآله إلى النجاش أن أرسل إلي جعفرا ومن معه ما بعث لجعفر أنه تعه بعث لنجاش بعث لنجاش فيه وحدة حال ركبهم بالسفينة لماذا يأتي معهم ثمانون رجلا من النساك العباد المؤمنين لبيلبسون الصوف يعني من النساك فيهم تمانية من الروم ماذا كان يفعل الرومي في الحبشة كان مجرد مراقب عقد النفقات أو مراقب عقائدي ليش بده يجي بمن تأثر هذا الرومي بده يفرض واحد منهم جيسوس اثنين جيس جواسيس البقاوي كل جواسيس ثم إذا كان فيهم كذلك كان ينبغي على رسول الله أن يفضحهم كما فضح كثيرا من الجواسيس قام فأكرمهم وخدمهم بنفسه أسلموا وحسن إسلامهم هذا شو بتسميه ماذا تسميه يعني اليوم ترسل اليابان بعثي دبلوماسيه إلى بغداد إلى بيروت شو بيشتغل بيعمل فياز وبيطلع بيحلف يقدموا أوراق اعتماده وإلى آخره هم مفهومي بس شو بتفسر لي أن اليابان ترسل وفدا من بقايا الساموراي إلى النجف الأشرف شو بدون يعملوها شو بيساووا بالنجف شو الغاية ما هي الغاية لماذا يرسلون إلى هناك بدك تسأل ما فيك توقف نفسك عن التلحى عليك بالسؤال وبمجرد يعني 80 واحد كلهم رأي واحد بمجرد أن سمعوا سورة ياسين أسلموا أسلموا كلهم ما في واحد قال لهم طولوا بيلكم هاو نصارى نجرام ما قالوا له طول بيلك علينا ما بدنا نأسلم نتفق معنا نحن وياك على البدل بديل إسلامنا ما هو أن نكون ضمن هذا المحيط الجغرافي ونؤدي ضريبه الدولي جزية مقابل ما يدفعه المسلمون من زكوات وأخماس وما شك ما هوني ما مكلفين لا بزكاة ولا بخمس في ضريب الدولي ما عملوا هاي فيدوا كلهم دخلوا جميعا في الإسلام هل بقي منهم أحد تاريخ مسح هل حقبي فوكس التاريخ ركز على أبي موسى الأشعر ليلحقوه بالهجرة بأنه كان من المهاجرين في الحبشة وهو ما شايف الحبشة لأنه هلأ بيبين معنا أثناء مناقشة الأمر كيف هالسفن بتمشي قطع عشوائل صحيح صحيح إذن هات 80 80 فيهم 8 من الروم وفيهم على روية من نصارى نجرة أسلموا جميعا لبيئي لماذا لم يحدثنا عنه التاريخ ومن رجع رجع متستران أو حل محل جعفر بن أبي طالب ومن معه كقاعدة ثقافية متقدمة على تواصل دائم مع رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال جعفر وغير جعفر شرحوا عمله ماذا تركوا من أثر هناك في بلادهم إن رجعوا إليها سكر التاريخ ولم يذكر لنا شيئا حتما أهل البيت ذكروا لنا شيئا غمطه التاريخ ضبوه خبوه أحرقوه أتلفوه فيه حدث تاريخي دولة من الدول الكبرى ترسل إليك وفد من 80 رجل وفد ثقافي كان أن جعفر ماهد إسلامه حتما حتما شو كان يعني عم يشتغل جعفر وهذا يدلك على عظيم مال جعفر من مكانة ومهابة نعم طيب سمحت شيخ لازلنا الكلام في جعفر مهمة جعفر هالمسئولية الكبرى هالدور الكبير الذي انتدبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم طيب كيف نفهم هذا الدور بهذه السنوات فقط أولا جعفر ثالث القوم إسلامي بالشكل العالمي نعم خديجة وعلي وجعفر هلأ بتقول لي بينهم أبو طالب قل لك نعم بس علنا لم يعلن أنا ذاك ذلك قال سل جناح ابن عمي نعم وجعفر أسن من الإمام علي أسن من الإمام علي أكبر منه يعني فتح فتح قريش جيد شهد الوحي من أوله وصلى قبل أن يصلي غيره كثيره وحكما بأمر من أبيه وحبا برسول الله بقي ملازما له سنوات في مكة قبل الهجرة قبل الهجرة نعم قبل الهجرة فإذا سمع آيات الله تتلى وسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لسنوات صار عنده مخزون مخزون ثقافي ايه اتاني رجل ريادي قيادي لو أولد عمي أبو طالب العرب جميعا لأولدهم شجعانا هاي ميزي والشجاعة كانت مطلوبة في زمن عز فيه الشجعان وحيبة ولما كان جعفر يطل كانت فرائس القوم ترتعد ما هو أحد أعمدت هذا الدين جعفر ابن أبي طالب بقي يده على مقبض سيفه حتى قطعت يداه فقاتلهم بأسنانه ولم ينكل ولم يتراجع جعفر أبدا قدم نفسه رجل فداء بكل ما الكلمات ولذلك أمير المؤمنين يقول لو كان عمي حمزة وأخي جعفر موجودين لو أن ناجست القوم قوم شو يعني ما فرقتين من الجيش حمزي وجعفر هالإنسان المملوء ثقافي مملوء مرؤة مملوء عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وآله طبيعة مهمته يجب أن تنسجم مع شخصيته كيف تؤمن لدينك يا جعفر لسان حان رسول الله كيف تؤمن لدينك يا جعفر رأس حربة عند القوم إما باستمالتهم أو بأن تكفينا شره فلا يجوزون إلينا البحر لأني لا أخاف أن يأتوني من الشمال الشمال صحراء كأداء نحن أخبر بها هذا بده يجهز جيش بدماشق أو بالقدس وبده يجي فيه ببر الأردن في الوادي اليابس إلى حدود تبوك وحائل بعدين ينحدر إلى المدينة من ثم إلى مك بيضيع بالصحراء هذا الرومي اللي عم يقاتل أو تدربة في الهضبة التركية بالأنادور أو في سهول سوريا سطعيكم بالصحراء ما بيقدر يمشي بالصحراء بيموت من العطش وليس ولا يعلم مكامنا الصحراء بده يقطع 1200 كيلو متر لا يوصل لعندي من الجنوب بمجرد أن اجتاز البحر الأحمر أصبح على مكهوبة شطط نزل على الساحة من اليمن من لا لا مش مضطار بيفوت بباب المندب ويدخل إلى جدة إلى جدة إه فإذا من الجنوب أخاف من الجنوب روح يا جعفر أمن أمن أما المصري فليس متجاوبا مع قيصر لأنه عانى الأمر منه والسوداني نفس الأمر بيبقى فيه هاي الأمبراطورية أمبراطورية الحبشة لا تهاجمني أحدث جعفر الخارق جعفر أحدث خارقا هائلا لذلك تنبه هرقل أنشأ له مشاكل محلية للنجاش أنشأ له أمور محلية محاولات انقلاب على الحكم بها الفترة هاي كان الزبير بن العوام موجود هناك نحاهم عن النهر النجاش قال لهم عمخوض معركة معركة مصير وقفوا على الطرف الثاني من النهر ويبدو أنه أحد أفرعت النيتي وقفوا فنفخوا زقا ما بيعرفوا يصبحوا بالنهر نفخوا زقا يعني جلد مأزي أو خروف أطع فيه الزبير إلى الجانب الثاني كرائد يستطلع ثم جاء ملوحا أن النصر مع النجاش إذن صار فيه معارك مشكلتك ما فيه تفاصيل في الرواية حقب عدت ما عليها تماما ففرح المسلمون بنصر النجاش كمين مصيرهم موجود بال بال بالمسألة هنا ندرك أهمية جعفر لذلك النبي مو مسألة والله ابن عم وحبيب قلبي مش هكتو دار الأمور هذا خير خلق الله صح لا أدري بأيهما أشد فرحا بفتح خيبار وكسر شوكة اليهود أم بمجيئك يا جعفر أي معادلة هذه أنشأها رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك الموضوع يحتاجه إلى مزيد بحث وأي شخص من إخواني وأبناء الشباب بيلاقي كلمة فليكمل البحث من حيث انتهات ما فيش اسمه احتكارية علم فضل نعم